نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعية من منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يحط المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لشركات المياه والكهرباء ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المنشور المشار إليه هو قديم وسبق نفيه وتم توضيح حقيقته من قبل وأن كل ما يتم تدوله في هذا الشأن هي ادعاءات زائفة ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي هذه الادعاءات